موسيقى مرحبا بكم مشاهدين الكرام في جولة جديدة من برنامج كوشك الصحافة نطارع وإياكم كالمعتاد أهم ما تقوله الصحافة اليمنية والعربية الصادرة في إعدادها اليوم تابعت الصحافة العديد من الموضوعات ونبدأ من المواقع الإخبارية المحلية تحديد من موقع التغيير ناتا الذي عنون في صفحته الرئيسية وقال الحوثيون يقومون بخطوة هامة في العاصمة صنعاء لتعزيز حصتهم خلال المفاوضات يقول الموقع نقلا عن مصادر يمنية مطلعة إن الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق صالح باشروا في عمليات إطلاف للسجلات والمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة الوطنية في المركز الرئيسي بالعاصمة صنعاء من أجل تعزيز حصتهم في الجيش خلال المفاوضات لاحقا وأوضحت المصادر ميليشيات الحوثي وصالح بدأت خلال اليومين الماضيين بتوزيع الألاف من استمارات التوظيف العسكري على أتباعها بهدف الزج بهم في قوائم الجيش الوطني وتثبيتهم في مناطق مختلفة من المدن كما عنوان الموقع تقرير أممي يكشف تحايل صالح على نظام العقوبات تقول التفاصيل إن تقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الدولية الخاصة باليمن كشف بكثير من الوقاع الموثقة والشهادات المسجلة الدرجة التي ذهب إليها تحالف المخلوع الصالح وجماعة الحوثي في تحدي قرارات مجلس الأمن وانتهاكها والتحايل على نظام العقوبات المفروضة على أموالهم بل وفي توسيع دائرة المنتهكين والمخالفين لتلحق آخرين يتوقع أن تضاف أسماء عدد منهم إلى قوائم العقوبات وبينهم قادة عسكريون وقد أشارت مصادر دبلوماسية إلى أنه تم رصد نحو 49 مليون دولار وأن خمسة ملايين منها جمدت بالفعل ويتوقع أن يكشف لاحقا عن أموال أخرى إلى موقع الموقع موقع بوست الذي عنون في أحد أخباره الرئيسية ميليشي الحوثي تقتل مواطنا أثناء مروره بسيارته أمام جامعة دمار قال الموقع ميليشي الحوثي والمخلوع الصالح أقدمت على قتل المواطن أحمد عبدالله أحد أبناء قرية الدرب وعلى نهب سلاحه الشخصي أثناء مروره بسيارته من أمام نقطة تفتيش واقعة بالقرب من جامعة دمار وقالت مصادر مقربة من أسرة القتيل لموقع بوست إن الضحية كان متواجدا كان متواجدا في سيارته المحملة بالبطاطس متجها إلى مدينة معبر لبيعها هناك وسرعة السيارة كانت عادية في حين بررت ميليشي الحوثي الجريمة بقولها بأن القتل تم على خلفية قيادة المواطن لسيارته بصورة مسرعة رافضا التوقف ويتساءل الموقع بوست في أحد عنوينه تبادل الأسرة خارج أروقة المشاورات تعقيد لملف المعتقلين أم بداية للحل الكم الكبير من الأخبار المتفائلة وأخرى المتشائمة التي تصدر بأشكال مختلفة من هناك لا تترك رصيدا كافيا للوصول إلى دليل على أن المفاوضات قد أخذت مصارا من الممكن أن يفضي إلى نتيجة إيجابية لإنهاء الحرب وتوفير الشروط الضرورية للسلام الدائم هذا ما بدأ به أمين عام الحزب الاشتراكي السابق الدكتور ياسين سعيد نعمان مقاله المنشور في أكثر من موقع وقال نعمان نقطة البداية هنا وهي أن العالم ضغط على إنهاء الحرب وهذا عمل جميل ولكنه لم يضغط بما فيه الكفاية على إنهاء الإنقلاب وهذا هو الجانب السلبي في العملية كلها أي أنه اتجه نحو معالجة التداعيات وأحمل جوهر المشكلة هذا الوضع منح تحالف الإنقلابيين الحثي وصالح مساحة أوسعة للمناورة والتمسك بالحل في إطار الإنقلاب ومع أن مرجعية المفاوضات التي حددها المبعوث الأممي انطلقت من قرار مجلس الأمن 22-16 ملخصا إياها في النقاط الخمس التي فهمت على أنها مبادئ عامة متفق عليها لإنهاء الإنقلاب والعودة إلى العملية السياسية وأن التفاوض سيكون حول تنفيذها بما اكتنف ذلك من تعقيدات إلا أن المسار لم يضبط بإيقاعات هذا الفهم الذي ساد وإنما بما رتبته الأرض من متارس في لحظة تاريخية تعسفت سير الأحداث ولا أحد يعرف كيف صنعت كفتغيرات المفاوضات لتأخذ منهجا آخر يريد أن يخرج الإنقلاب من دائرة الإدانة الدولية إلى دائرة القبول به كواقع يمكن إجراء التسويات من داخله هذا ما يمكن أن يفسره لنا المبعوث الأممي مشاهدين إلى موقع عدم تايم عنوان في صفحته الرئيسية عناصر القاعدة تسيطر على السجن المركزي في جعار بأبيان قالت التفاصيل سيطر عناصر من تنظيم القاعدة على سجن مدينة جعار في محافظة أبيان بعد أن انسحبوا منها في مايو المنصر عقب وساطة قبلية وأفاد شهد عيان أن مسلحين من القاعدة تقدر أعدادهم بالعشرات قادموا من مناطق جبلية انسحبوا إليها خلال الفترة الماضية وتمكنوا من السيطرة على سجن جعار وأطلقوا عددا من المحتجزين فيه كما تمركزوا مجددا في المباني الحكومية التي كانوا يسيطرون عليها قبل الانسحاب من عنوين الموقع أيضا الشتات والنزوح يعمقان جرحى الصحفيين موقع يمن مونيتر نذهب إليه والذي علق في صفحته الرئيسية وقال اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون فوق سماء مأرب اليمنية يقول الموقع اعترضت المنظومة الدفاعية للتحالف العربي صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون في محافظة مأرب شرقية اليمن قالت مصادر عسكرية ليمن مونيتر إن المعلومات الأولية تؤكد أن الصاروخ الباليستي الذي تم اعتراضه في منطقة الوادي كان يستهدف محطة مأرب الغازية لتوليد الطاقة الكهربائية فيما أعلنت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أن الصاروخ الباليستي من طراز أوراغان كان يستهدف معسكر تداوين يضيف الموقع واعترضت المنظومة الدفاعية للتحالف عشرات الصواريخ الباليستية على مدى الأشهر الماضية أغلبها كان يستهدف مدينة مأرب ومقر المنطقة العسكرية الثالثة وحقول صافر النفطية تتعرض الحركات السياسية والأحزاب لمحاولات تدمير وتجزئة من قبل الميليشيا لعل آخرها ما يتعرض له الحزب الاشتراكي الذي يراد جعله جزئات صغيرة تابعة ومؤيدة للميليشيا عن هذا التوجه كتب عبداللطيف المرهبي مقالاً ونشره في مصدر أونلاين وقال المرهبي لقد فشل علي صالح ومنظومة حكمه طوار السنوات الماضية في تحقيق حلمهم بتدمير البنى السياسية للأحزاب الفاعلة وتفريخها وإزاحتها عن المشهد وبدرجة رئيسية الحزب الاشتراكي اليمني الذين لن نصيب الأوفر من الاستهداف وصل إلى تصفية العشرات من قيادات الصف الأول والثاني للحزب ومصادرة ممتلكاته ومقراته ووثائقه ومحاصرة نشاطه بشتى الوسائل بما فيها التعريض بالقاتل بدعاوى وتهام دينية ظالمة مع كل ذلك إلى أن الحزب الاشتراكي بقي وما زال حياً ومتجدداً ويسهم بفاعلية كبيرة في كافة التحولات المتطلبة والمنشودة لليمن منذ سيطرة الميليشيا على البلاد عملت على إنشاء مجموعة من المسميات أو ساهمت بذلك ورغم أنها لا تتجاوز الشكليات فاقدة المضمونة والجمهور إلا أنها تزعم تقديمها كأحزاب من ملحقاتها وذلك تقليداً للمسار المشابه الذي سار فيه صالح ومنظومته مع أحزاب ما يسمى بالتحالف الوطني الملحقات بالمؤتمر شكلاً ومضموناً وبالتزامن استخدمت الميليشيا مفديها الذين اخترقت بهم الأحزاب السياسية ورغم عدام تأثيرهم على الأحزاب ومواقفها كمكونات سياسية جماهيرية على انتداد الوطن رمتهم وترميهم على الدوام للواجهة وبصورة انتهازية كذبة لتعزز وهمها بتبعية سياسية خلفها أو معها وحين فشلت وتكشفت ضحالة خداعها تعمل حالياً على تغطية الوهم بوهم آخر من خلال تسويقات إعلامية بئسة لتفرعات وانشقاقات في بنية الأحزاب الفاعلة هنا وهناك موقع مصدر أونلاين مشاهدنا نذهب إليه والذي تابع تفاصيل سيطرة الحوثيين على جبل في القبيطة في محافظة لحج عنوان الحوثيون على مشارف قاعدة العند الاستراتيجية بسبب نقص ذخيرة المقاومة وتجاهل المنطقة الرابعة قال متحدث عسكري وسكان محليون إن ميليشي الحوثي سيطرت على جبل جالس في منطقة القبيطة في محافظة لحج والمطل على قاعدة العند الاستراتيجية وصرحت المصادر لموقع مصدر أونلاين أن جبل جالس بات بقبضة ميليشيا الحوثي وصالح بعد معارك عنيفة استمرت يومين قتل وأصيب فيها العشرات منهم بينما قتل خمسة من قوات المقاومة ورجال قبائل الصبيحة وأضافت المصادر أن نقص العتاد العسكري وعدم استجابة المنطقة العسكرية الرابعة لبلغات الدعم والإمداد لتلك الجبهة اضطرت المقاومة إلى الانسحاب من مواقعها في الجبل وأكد المتحدث العسكري لمصدر أونلاين أن القوى التي كانت ترابط في الجبل انسحبت لكنها تستعد لهجوم مضاد كبير وقبل مطالعة ما تقوله الصحافة العربية في أعدادها نذهب إلى فاصل فابقوا معنا مرحبا بكم من جديد نصحبكم في جولة الصحافة العربية الصادرة في أعدادها اليوم البداية من الصحافة الكويتية عنونت صحيفة السياسة الكويتية في إحدى صفحاتها وقالت وزير يمني يقول لا حصان للقتل ولا تكرار للأخطاء قالت الصحيفة أعلن وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي أنه لا حصانة للقتل ولا تكرار للأخطاء في إشارة للحصانة القضائية التي منحت للرئيس السابق صالح ولأفراد من أسرته ونظامه بعد الثورة التي أطاحت حكمه في العام 2011 قال الأصبح أيضا أن على علي عبدالله صالح وزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي بأنهم مطلوبان للعدالة وتم تجريمهما دوليا ولا يمكن لهم الظهور في أي مكان في العالم ولفت إلى أن القائمة ستتوسع لتشمل بعض أتباع الرجلين بمن فيهم سياسيون يتشدقون في منابر إعلامية واجتماعات دولية وسوف تطالهم القائمة بكل تأكيد مشددا على أن قائمة المطلوب دوليا سوف تعمم وتتابع ويضاف إليها القادة والضباط الذين هم محل رصد والذين يقتلون المدنيين ومعهم السياسيين الذين يدافعون عنهم إلى صحيفة القدس العربي تابع تطورات مشاورات الكويت اليمن جمود سياسي في مباحثات السلام والمبعوث الأممي يبذل جهودا مضنية من أجل إخراج خارطة الطريق لحل الأزمة إلى النور قريما قالت مصادر رسمية للقدس العربي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد عقد جلسة مباحثات مع فريق الوفد الحكومي إلى مباحثات السلام في الكويت تركزت حول وضع اللمسات الأخيرة لخطة الأمم المتحدة لخارطة الطريق لحل الأزمة اليمنية وأوضحت المصادر أن المبعوث الأممي بذل جهودا مضنية لتقريب وجهات النظر بين الوفدين الحكومي والانقلابي الحوثي وصالح ومحاولة استيعاب ملاحظات الوفدين في مشروع خارطة الطريق وأشارت إلى أن الجهود الأممية لم تنجح في طرح خارطة الطريق اليمنية على طاولة المفاوضات خلال الأيام الماضية إثر تصاعد الخلافات بشأن بعض مضامينها والتقلب المستمر في أراء الوفد الانقلابي الذي يمثله الحوثيون وأتباع الرئيس السابق صالح وقال مسؤول الاتصال في الوفد الحكومي في المشاورات محمد العمران للقدس العربي تدور أحاديث ولكنها ليست جادة في مسألة نقل المشاورات إلى أماكن أخرى وأعتقد أنه إذا كان ذلك ممكنا فسيكون بعد أن يتم توقيع اتفاق ما هنا في الكويت بالانتقال إلى صحيفة عكاظ السعودية والتي عنونت مليون ومئتان ألف نازح فروا من مناطق الانقلاب تقول التفاصيل أكدت السلطات اليمنية في محافظة مأرب وجود أكثر من مليون نازح في مناطق المحافظة الخاضعة لإدارة الحكومة الشرعية فرين من بلدانهم التي تقع ضمن محافظات يسيطر عليها الانقلابيون وأوضح وكيل محافظة مأرب عبدرب مفتاح محافظة مأرب تحتضن أكثر من مليون ومئتي ألف نازح هم بحاجة إلى الاهتمام والرعاية وتقديم العون الإنساني من عنوين الصحيفة التي جاءت رئيس اللجنة الطبية يقول انقطاع الأكسجن عن مستشفيات تعز قالت الصحيفة إن رئيس اللجنة الطبية العليا في محافظة تعز الدكتور فارس عبد الغني ناشد المنظمات الإنسانية والطبية للعمل لإنقال المدنيين من كارثة محققة جراء انعدام مادة الأكسجن تماما من مستشفيات المدينة حصار الأزمة اليمنية تحت هذا العنوان كتب صادق ناشر مقالا ونشره في صحيفة الخليج الإماراتية وقال الكاتب جوهر الخلافات بين المتفاوضين ليس هين فهو يمس الوضع القائم على الأرض بمعنى رفض الانقلاب الذي قامت به جماعة الحوثي وتفكيكه وهو أمر لا تختلف عليه القوى الكبرى بخاصة الأعضاء دائم العضوية في مجلس الأمن والأمم المتحدة بإطارها الواسع والقاضي بضرورة أن يتم التخلص من الانقلاب وأدواته والبحث بعد ذلك في المصار السياسي عبر آلية تمهد الإقرار دستور يفضي إلى انتخاب مؤسسة سياسية في المستقبل في فترة لا تتجاوز العام ونصف العام وهي فترة تسمح للقوى السياسية والاجتماعية فرصة إعادة ترتيب نفسها لخوض هذا الاستحقاق المهم في إطار عملية متكاملة تقود إلى إعادة تطبيع الأوضاع في البلاد بشكل كامل ولمحاصرة هذه الخلافات وتقريب وجهات النظر تبدل أطراف في الأمم المتحدة عبر ممثلها في المفاوضات إسماعيل ولد الشيخ أحمد جهودا لإيجاد أرضية للحل تستند إلى القرارات الأممية الصادرة في الشأن اليمني أهمها بالطبع القرار 22-16 الذي يطالب الحثيين بالانسحاب من المدن التي قاموا باحتلالها بمساعدة من أنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح في سبتمبر من العام 2014 وتسليم السلاح المستولى عليه من مخازن الجيش وقوات الأمن وعودت الحكومة الشرعية لممارسة مهامها الدستورية كما كان عليه الوضع قبل الإنقلاب وإلغاء كل الإجراءات التي اتخذها الإنقلابيون بعد دخولهم العاصمة صنعاء إلى صحيفة الخليج تابعت تطورات الأوضاع في محافظة الضالع وعنونة الميليشيات تتراجع عن هدنة المؤقتة في الضالع الصحيفة الإماراتية نقلت عن لجنة التهدئة والمراقبة والرصد التابعة للشرعية في محافظة الضالع والتي قالت إن الحثيين تراجعوا عن تنفيذ اتفاق موقع يقضي بانتشال الجثث التابعة للطرفين من مواقع العمليات العسكرية وقال طرف المقاومة في لجنة التهدئة الذي حضر للقاء مع الطرف الآخر في آخر نقطة لهم في نجد القرين عند البحث حول تنفيذ الاتفاق حاول الطرف الآخر الالتفاف على ما تم الاتفاق عليه والتعلل بحجج واهية ورفض السماح بانتشال الجثث الموجودة في مصرح الأحداث من الطرفين أضاف كما أن من ضم ما طرح في اللقاء هو أن يتم تبادل جميع الجثث في تلك اللحظة بصورة تعجزية وهو ما لم يتم التمكن من تحقيقه أصلا ثم تفاجأنا بأعضاء الطرف الآخر يقولون لنا وبصريح العبارة لن نسلم لكم أي تاجثة وعلى إثر ذلك عدنا صحيفة البيان الإماراتية عنوانة السعودية تقرر تمديد زيارات اليمنيين تقول في التفاصيل أمر وزير الداخلية السعودي محمد بن نايف بالتمديد ستة أشهر أخرى لحاملي هوية زائر لليمنيين الموجودين في المملكة العربية السعودية تتابع الصحيفة بدأت المدرية العامة للجوازات في السعودية في كافة مناطق المملكة استقبال طلبات التمديد آليا من خلال بوابة أبشر الإلكترونية من ثمانية عشر في شهر يونيو الحالي عنوان آخر يأتينا عن الشرعية تصد هجمات الإنقلابي في تعز عنوان آخر مسؤول يمني يقول المسافات بين طرفي المباحثات ما زالت متباعدة إلى صحيفة العرب الجديد نقلت تحذير منظمة أطباء بلا حدود أطباء بلا حدود تقول مرضى الفشل الكلوي في اليمن في خطر تقول التفاصيل دعت منظمة أطباء بلا حدود المنظمات الدولية الصحية والإنسانية والشركات الخيرية إلى التدخل وتقديم الدعم الضروري لإنقاذ أكثر من أربعة آلاف وثلاثمائة مريض بالفشل الكلوي في اليمن من الموت وأوضحت المنظمة في بيان لها أن حياة مرضى الفشل الكلوي في جميع المحافظات اليمنية في خطر مشيرة إلى أنهم بحاجة ملحة إلى المساعدة والدعم الضروري لإنقاذ حياتهم أضافت تواجه العديد من المرافق الصحية في اليمن صعوبات في تلقي الدعم من وزارة الصحة ومنظمة دولية بسبب عوائق الحرب من ضمنها العوائق المفروضة على الاستيراد وعدم وجود الدعم المادي الكافي لمراكز الغسيل الكلوي كما أشارت إلى أن الفشل الكلوي مشكلة صحية تواجه مئات اليمنيين إذ من الممكن أن يتوفى المريض مريض الفشل الكلوي إذ لم يتلقى العلاج في الوقت المناسب كتب غسان شربل عن ما أسماه بخط الزلازل وقال في المقال الذي نشر في صحيفة الحياة اللندنية لم تقتصر الزلازل على العراق وسوريا وليبيا ضرب زلزال الربيع العربي الحكم المديد للرئيس علي عبدالله صالح حاول الرجل عبثاً الاستمرار في الرقص على رؤوس الأفاعي لكنه اضطر إلى الإنحناء أمام العاصفة باستيلائهم على صنعاء أطلق الحوثيون زلزالاً يحمل بصمات إيرانية لم يتركوا للسعودية غير خيار التدخل لتذكير رعاة الزلزال بحدود الصبر حيال الاسترسال في الإنقلاب الكبير في المنطقة لن تدوم الزلازل إلى الأبد لا بد أن تنحصر ستحصي دول بعدها الأرباح والأضرار طاولة ما بعد الزلازل ستكون طاولة النظام الإقليمي الجديد لكي يكون صوتك مسموعاً يجب أن تكون نجحت في التماسك في الزمن العاصف وأن تكون تملك اقتصاداً حياً وقدرات دفاعية عالية وتحالفات إقليمية ودولية راسخة ستكون الطاولة معنية برسم الحدود بين العرب والإيرانيين والأتراك والأكراد حدود جديدة بين المكونات الكبرى في الشرق الأوسط وحدود جديدة بين المكونات داخل بعض الدول مشاهدين الختام مع الرسام شكراً للمتابعة وأراكم على خير موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة